المنكة ربية السعودية اليوم تواجه هجم شريسة وإذا لا سمح الله تأثرت المنكة ربية السعودية سيتأثر الخليج وبالتالي سيتأثر العرب جميعا الآن على الأقل نطلب من رؤساء الخليج أن يلتفوا حول المنكة ربية السعودية وإلا فسنذهب جميعا سنذهب جميعا سنذهب جميعا والله يستر الفصل بين السياسة والثقافة وقيل سابقا ما تخربه السياسة تصلحه الثقافة نحن نأخذ كل سنة خمسين طالب وطالبة من أبناء وبنات وإخوان واخوات شهداء الانتفاضة نحن ندعو في كل حفل حوار الحضرة التعيش من الأديان بين 400 إلى 500 عالم كبير من أمريكا إلى اليابان إلى الهند إلى الصين مرور بالوطن العربي وإيران وباكستان وتركيا عرضنا على مستشار البابا أن نقوم بعمل داخل الفاتيكان لحوار الحضرات والتعيش من الأديان وقد أكد البابطين في حواره مع الأيام ضرورة توحيد الصف الخليجي والعربي لمواجهة الهجمات الشرسة على دول المنطقة كما شدد على أن السياسة تؤثر في الثقافة وليس العكس ومعتبرا أن تعدد المؤسسات الثقافية العربية هو ظهيرة صحية أشرف السعيد جريت الأيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة